النساء هنا بجماعة ايدفاسكا يتخذن من جني الزيتون والانتظام في إطار تعاونيات مديرة للتخلي أهم نشاط في حياتهن اليومية لكنه نشاط ما زال محفوفا بمجموعة من الإكرهات احنا كفلاحات عندنا واحد المشكلة ديال التسويق وديال الجودة ديال الزيتون لأننا باقي كنستعملوا الوسائل القديمة لكجعلنا احنا ما نمشوش بعيد تزال ما كان عرفوش الجودة ديال المنتج اللي عندنا الجودة كان يعني تتعاف واحد النقص مقاوناتين مع المؤهلات اللي عندنا عندنا يعني واحد المنتج جيد لفريتي اللي تستغله على المستوى الوطني مهمة جدا وتتعطي واحد المنتج جيد لبيشولين ماروكا وهذا اللي كنتي انقصوا هي التقنيات فتيحة وفاطمة اليوم على موعد مع بداية أيام تكوينية من تأطير خبراء من منظمة الأغذية والزراعة رغبة في تطوير مهارتهم في مجال إنتاج زيت الزيتون هذه الوفشة مثلا حول موضوع تذوق زيت الزيتون وتحديد الفرق بين أصنافه المختلفة بحال احنا بدنا ندركوا بدنا واحد تعاونيه وجينا باش نديو الخبرة كيفاش الزيت زوينا والوسميسو يعني ضقنا بزاف الزيوت الآن يعني الوقت جا باش نقوم بتحسين الجودة يعني والإنتاجية وبالتالي فهذه الأيام هذه ستدخل في هذا الإطار هذا دي المواصلات المجهودات الكبيرة التي تمت في إطار محطة المغرب الأخضر التكوين الذي خصص لمجموعة من فلاحي المنطقة هم بشكل أساسي تقنيات تحسين إنتاج زيت الزيتون وتطوير جودته من أجل توسيع دائرة تسويقه وأباحه الهدف الأساسي هو تحسين مرضودية المزارعين وتحقيق ربح أفضل وهناك أيضا الجانب المتعلق بالصحة وتحتل جهة مراكش آسفي المرتبة الثانية على المستوى الوطني في إنتاج الزيتون لكن تحسين الجودة أصبح مطلبا أساسيا لتثمين هذا الإنتاج بما سينعكس إيجابا على مداخل الفلاحين الصغع